السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور محمد لاغوري وفي الفيديو هذا نبه نعلن عن إطلاق الكورس الأول للإي سي جي اللي هو سميناه إي سي جي إكسبليند كليلي في منصة فهمني وإن شاء الله يكون الكورس هذا بداية موفقة للأونلاين تيشينج هنبدأ في الكورس هذا إن شاء الله من الـ Very Basic Concept وحنبدأ بالـ Electricity of the Heart and Action Potential ومن ثم ننتقل للـ ECG Vectors ونتعلموا What's the Meaning of Vectors in the Heart ثم حننتقل إلى الشرح لعلاقة الليدز بالكارديك فيكتور What's the Meaning of Depolarization and What's the Meaning of Repolarization بعدين هنفهم الـ Measurement of ECG Paper وشنو هنها السيكويرز ومن ثم ننتقلوا للـ Waves and Intervals ثم ننتقلوا للـ ECG Paper ونفهموا كل الخطوات في دراسة ECG Paper وننتقلوا لـ كيف تقلقوا للـ ECG Paper وننتقلوا لـ Rhythm والأكسس والـ Waves and Intervals مثل أبنرماليات في P-Waves مثل P-Permonali وP-Mitral وأبنرماليات في P-R Intervals وننتقلوا على الـ Prolonged P-R Intervals وننتقلوا على الـ Prolonged P-R Intervals وننتقلوا على الـ ECG مثل Brugada syndrome وولن syndrome وننتقلوا على الـ سيكون هناك نصيب كبير في كرسنا للـ Arrhythmia بجميع أنواحة Wild Complex Tachycardia and Narrow Complex Tachycardia وWBW syndrome ثم ننتقل لـ سينود نصيب Sinus Post Sinus Arrest Sinus Exit Block Specific Diagnosis in ECG For Example TCA Poisoning Digoxin Signs and Complication in ECG Hypercalemia Pyrmoni embolism and Chamber Hypertrophy أتمنى أن يكون الكورس موفق جدا وأتمنى أن ينال عجابكم بإذن الله تعالى ويكون فاتحة ممتازة للـ Online Teaching in Libya كل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته